طبعا براحب بحضرتك الحقيقة أنا بقى سعيد جدا لما أي فنان جميل زي حضرتك بيشرفني لأن أنا الحمد للعلاقتي بالفنانين كلها علاقة جميلة من أكتر من 8 سنين بما فيهم طبعا أستاذ عد الإمام أستاذ كابتن عسام الحضري ومشاهير كتيرة فبقى سعيد جدا أن هم بيشرفوني وبنددأ ندردش ونتكلم على الأفديتس اللي موجودة في مجال طب الأسنان لأن أنا دايما ببقى حريص في المجال ده بالذات أنقل أي حاجة جديدة أوفرها في بلدنا في مصر علشان أقدر أساعد عدد كبير من الناس أن هم يجملوا أسنانهم يعالجوا أسنانهم بأحدث طرق وفي نفس الوقت يعني ببقى حريص أن هي تبقى الكوست بتاعها معقول لأن طبعا للأسف الشديد في الفترة الأخيرة حضرتك عارفة مجال طب الأسنان بقت الأسعار غالية جدا لدرجة أن الناس ما بقتش تقدر تعملها يعني في بنات كتير جدا في الجامعة نفسهم يعملوا تجميل نفسهم يعملوا تقويم بس يجوا يسألوا يلاقوا الكوست عالي جدا فأنا بحاول أوفر كوست معقول وفي نفس الوقت يبقى حاجة ريسنت وحديثة بحيث أن أنا أقدر أساعد عدد كبير من الناس إحنا كمان مبسوطين بيك جدا أنا مبسوطة بيك وبنتشرف دايما أن إحنا عندنا ناس شطرة وده كترة شطرة زي حضرتك وكنت عايزة أعرف منك شوية تفاصيل يعني أنا كنت سمع عن موضوع العيادة اللي في التجمع واللي في الشيخ زايد وأن في حد متخصص وبراند من أمريكا جاي فكنت عايزة أعرف تفاصيل من حضرتك أكتر خصوصا أن أنت دارس هناك واشتغلت هناك فعايزين نعرف كمان الفرق بين هنا وهناك بالنسبة لطب الأسنان طبعا أنا يشرفني يعني أعرف حضرتك وعرف المتابعين لأن الحقيقة أنا اتعبت جدا عبال ما وصلت لدكتور معروف زي ده طبعا بدون ذكر أسامي لأن هنبقى مفاجأة للمتابعين نحن نقدر نعمل معاه شراكة ونعمل عيادتين واحدة في التجمع واحدة في الشيخ زايد على مستوى عالمي على مستوى أمريكي ده تطور كبير جدا يعني دي حاجة كويسة جدا نحن جايبين نفس الديزاين بتاع العيادة نفس الأجهزة بالضبط نفس الماتيريال يعني اللي هيخش العيادتين دول هيحس أنه هو في كاليفورنيا أو في نيويورك بنفس السيستم بتاع إدارة حتى العيادة بدرجة أنه نحن مهتمين بس ما يبقاش نفس الكوست أهم حاجة عشان هنا يعني بالنسبة لهم برضو أن أنا بقى مبسوطة وفي مكان نظيف وفي عيادة أنا واثقة من الدكتور اللي رايح حوله مش معناه أنا لازم أدفع كتير جدا 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 لأن ده دايما بيرتبط بده فإحنا محتاجين نلاقي حاجة كويسة جدا ونسق فيها وتبقى نظيفة وشيك والناس شطرة بس في نفس الوقت يعني تبقى الكذا ليفل مش لطبقة معينة شريحة معينة من مجتمع طبعا أنا عشان أبقى صريح مع حضرتك أنا يعني أقولك على حاجة يمكن عندي صفحة بتاعتي على اليوتيوب أغلب المشاهدات أو أغلب الكومانس بيتبقى الناس بتدعيلي لأن أنا مش بس بقى حريص أن أنا أوفر كوست معقول لناس بالناس لأ أنا بقى حريص أنقل المعلومة للمتابعين بتوعي بأمانة وضمير فدايما بقول أن آه العيادة هتتكلف والأجهزة هتتكلف لكن وانس إن العيادة عملت الكوست بتاع العلاج ما بيبقاش غالي وده اللي أنا هبدأ أن أنا أساعد بيه المرضى بتوعي والمتابعين اللي بيشرفوني إن أنا أوفر لهم أحسن حاجة بأقل ما أكسب ممكن أكسب لأن أنا بطبيعتي الحمد لله يعني مرتاح ماديا فما بفكرش قوي في نقطة المادة كاستثمار أو تجارة لأ أنا عايز أعمل حاجة لبلدي تبقى مشرفة مش بس على مستوى مصر لأ على مستوى الوطن العربي إن إحنا يبقى عندنا عيادة أو عندنا مركز أسنان كابي من حاجة موجودة في أمريكا خاصة الدكتور ده عامل في دبي وعمل في أمريكا في نيويورك وفي كاليفورنيا فحابب إن يبقى في مصر كمان في حاجة مستوىها لائق بأهلي وناسي فينا في بلدي وفي نفس الوقت يبقى القوست يناسب لناس كتير لأن أنا ببقى حزين لما أسمع إن حد عمل تقويم بـ 90 ألف جنيه وبـ 70 ألف وبـ 60 ألف وبـ 40 ألف جنيه بقى حد يقول لي ده أنا عملت تجميل بـ 150 ألف جنيه أنا بزعل إن الأرقام دي مبالغ فيها القوست ده كبير جدا إحنا نقدر نعمل الحاجات دي دلوقتي وده يمكن بقى اللي أنا برضو عايزة أقوله للمتابعين وأقوله لحضرتك إن أنا مش بس جايب الأجهزة والماتيريال وجايب كل حاجة من أمريكا والديزاين بتاع المكان لأ أنا كمان جايب التكنولوجي اللي هما بيشتغلوا بيها يعني التجميل هيتعامل في نص ساعة من غير بقى لبرد ولا بينج ولا الألام ولا برض والواجع والحاجات دي كلها تقويم الأسنان هيتعامل في أربع شهور أو ست شهور لبعض الحالات اللي هي نقدر نعمل فيها ده مع أن ده إحنا بنسمع أنه هو بياخد سنين مش بياخد شهور الريسنت دلوقتي إن تقويم الأسنان من أربع شهور لست شهور وهنجيب حد إكسبرت في التقويم دارس في ألمانيا يعني ده دكتور زميلي مصري واخد الدكتورات بتاعته في ألمانيا واتمرنا على التقنية دي إزاي حرك الأسنان في ست شهور يعني هيبقى فيه في العيادتين تخصصات؟ ومش أي تخصص أنا هبقى حريص إن كل حد يجي يشتغل عندي أو يشتغل معي في العيادة يبقى حاصل على ماجستير أو دكتوراه يا إما من أمريكا يا إما من ألمانيا بحيث إن أنا قدر يكون هو متمرن على التقنيات دي لإن أنا متخصص في التجميل وبطبق الأبديتس وبطبق الحاجات الريسنت برضو فحابب إنه بيجي يعمل تقويم عندي يبقى على نفس التراك ما يبقاش بقى جاي يشتغل بالسطايل الأديم يقوله العيان سنتين وثلاثة أو يقوله الزرعة محتاجين نعمل عملية وجراحة نا خلاص أنت بتعمل سيستم كل الناس تبقى شبه بعض وكل التخصصات تبقى على تراك واحد زي ما حددتك بطبق بالضبط ده أنا حريص عليه جدا وحريص إن أنا أطبقه في العيادتين دول إن شاء الله بشكل كبير واللي حريص عليه أكتر بصراحة زميلي لإن أنا بيصعب علي زميلي في مجال طب الأسنان في مصر إن هما الصغيرين الفلاش جراديويتس بيبقوا تايهين شوية في المجال مش عارفين يتمرنوا فين ياخدوا كورسات فين فعامل قاعد محاضرات في كل مركز من دول بعلم الطلبة وبعلم الدكاترة الامتياز الريسنت والأبديتس في طب الأسنان وده هيبقى بمقابل مدي بسيط جدا يا دوب القوست بس بتاع المكان لإن أنا بيبقى حريص برضو إن أنقل العلم لزميلنا الجداد عشان إحنا كلنا نجبر سوى وكلنا نبقى متقدمين مش مجرد إن أنا أقفل على العيادة بتاعتي والأبديتس دي معرفهاش للزميل لا طبعا أكيد لإن نشر العلم ده مش بس مفيد للطلبة الزميلية لا ده كمان طبعا بيبقى عليه سواب كبير من ربنا إن أنت بتنشري حاجة تعلمتيها بتعليب ساعد زميلك لإن في النهاية سوري أنا هيجي في وقت ووقف مش هبطل شغل يعني مش هفضل اشتغل طول حياتي فبقى أنا قلت العلم الجديد والحديث والأبديتس الزميلي اللي لسه متخرجين بحيث إن هم كمان يقدروا يعملوا سيرفيس كويسة ويقدروا قدم حاجة مع الوقت ومع المستقبل أنت لو وثقت فيهم هيبقوا معاك أو أنت هتبقى عارف إن هم دول ناس كفاءة ويستحقوا إن هم يبقوا موجودين برضو لأنه في الأول وفي الآخر هي بتلف يعني أقصد إن الناس دي برضو هتبقى تخصصات لو أنت وثقت فيهم ووصلت لهم العلم اللي حضرتك واثق إن أنت ده محتاجه هنا وإنه هيفيد البلد وهيفيد الناس يبقى لي لا طب أنا كنت عايز أسألك على حاجة يا دكتور بالنسبة لأن مثلا أوقات بنلاقي عيادات لدكاترا مشهورين جدا وكبار جدا بس دكاترا مش بيشتغلوا دايما بأيديهم يعني ممكن يروحوا مرتين ثلاثة في الأسبوع ماكسموم وباقي الأسبوع دكاترا تانية هل ده عشان تخصصات مختلفة ولا عشان الدكتور ما بيبقاش فاضي فممكن العيان يدخل لأي حد طيب ودي حاجة عايز أسأل فيها برضو السقة إن أنا بقى جيالك وإنت ما تبقاش موجود أو أشوفك مرة وبعد كده تسلمني الدكتور تاني ده إيه رأي حضرتك فيه الله يا فندم أنت أصرتي نقطة أنا حريص إن أنا أعمل توعية كبيرة عليها للمتابعين بتوعي إن للأسف في الفترة الأخيرة مجال طب الأسنان في مصر للأسف اللي بيزعلني إنه أخد شوية اتجاه تجاري كوميرشل يعني أصبح طبيب الأسنان بيفتح عيادة أو عيادة مركز كبير جدا وبيكون مش شغال بنفسه ما عندوش تخصص معين هو مجرد كشف يعني بيتيجي حضرتك بيكشف عليكي ويقولك الكوست وبعد كده بيدخلك لطلبة أو طباء تحت التمرين لسه مش مؤهلين أو ممكن بعد الدكاترة المتخصصة أحيانا طبعا ده بيبقى راجع للمركز وللإدارة وكل طبيب ووجهة نظره لأن طبعا ده أنا ما بعممش ده بيبقى موجود في بعض المراكز طبعا كل حاجة لها كله ليه فهتلاقي الكويس وهتلاقي الوحش مش بنجمع فده بيأثر على الخدمة اللي العيان بيحصل عليها لأن في النهاية طبيب الأسنان هو شخص حرفي بيشتغل بإيده فلو بيكتسب خبرة على مدار السنين فلما أنا روحت له واللي اشتغال لي حد لسه فراش جراديوت أو لسه ممكن مش متخصص أنا معرفوش معرفش اسمه معرفش أشتغل لمين فأنا رايح على اسمه فلان وسامع إن هو معروف وكده بس أتفاجئ إن اللي هيشتغل مجرد دكتور لسه وممكن يعمل مصيبة يعني ممكن يعمل مصيبة حقيقي الكلام ده أنا شفته وبيجيلي على الصفحة حالات يعيني عندهم مشاكل بسبب أخطاء طبية جمدة جدا تلاقي روت كنال حشو جزور معمول وتحتي خراك كبير جدا أقول لها هميلة عمل وتقول لي ده دكتور في المركز أكتشف إن هو لسه بيتمرن بلاقي زرعة يعيني ممكن دخلة في العصة بتاع الفك عملالها تنميل اللي عملها مش متخصص دكتور برضو بيتمرن فده بيأثر بسايد إفكتس كبيرة على الحالات والمرضى وهو للأسف الشديد الحاجات دي ممكن تعمل مشاكل للناس دي كبيرة في أسنانها يعني وبقول لي أنا دفع كتير أقول لي أنا دفعت في المركز ومعروف ودفع مبلغ كبير بقول له مش شرط إن أنت دفعت مبلغ كبير أنك تلاقي سيرفيس كويسة لأن للأسف الشديد لازم الطبيب اللي يشتغل هو يبقى أنت واثق فيه معروف أنت شفت حالاته كتير يشتغل بنفسه يشتغل بإيده مش مجرد أن أنت رايح لإسم وعمل مركز وانت خلاص بقى مش عارف مين يجوه فده أنا برضو يعني للأسف مش بقيده قوي في مجال طب الأسنان لأن مهنة الطب في الأول وفي الآخر هي مش مهنة تجارية ولا مهنة للتربح ولا مهنة للمكسب هي مهنة أساس يعني اللي تبنت عليه أن حضرتك تعبينة أو عندك مشكلة أو عندك وجع أنا أزيله عنك مش أن أن أنت عندك وجع فأنا أخد فلوس عشان أساعدك لا هي بتبقى بنعتبر المبلغ اللي بيدفع ده حاجة رمزية إن الطبيب يقدر يساعد العين اللي جاي لكن إن أنا أبقى كل البيزنس أو كل العيادة بتاعتي قائمة على إزاي أدي للطبيب ده أقل مرتب وإزاي أجيب أرخص ماتيريال وإزاي أعمل أكبر دعاية وإزاي إن أنا أخب من العيان بقى أكبر فلوس والله إحنا بنتمنى كله ينظر للحكاية دي بنفس الشكل حضرتك تتكلم عنه لأن موضوع التجارة ده بقى كتير جدا ودي حاجة يعني بتدمر بتدمر الناس وفي النهاية الدكتور ده بيبقى العيان أمانة في رقابته أمانة يعني حتى لو حصل خطأ من الدكتور غصبا عنه أنا مش هتدايق قد ما هبقى متدايق أنه بيعملني كبيزنس كسلعا كويس اسأل الدكتور اللي يشتغلك قبل ما يشتغل هياخد وقت قد إيه سوري يعني هيبرد الأسنان ولا لأ هل في مين اللي هيشتغلي بالزبط حضرتك ولا دكتور تاني ده بيبقى مهم جدا إنك تتكلمي مع الدانتست أو الدكتور الأسنان وتفهمي منه كل حاجة قبل ما يبدأ يشتغل في أسنانك وتفهمي كمان لو طلب منك قسط عالي جدا حاولي تفهمي إيه السبب يعني إيه المبرر في القسط العالي ده لأن مش بس إحنا بنهتم بأن القسط يبقى مناسب لا إحنا بنفاهم الناس إن الماتيريال في طب الأسنان مش غالية اللي بيبقى غالي أجر الطبيب فلما أنا أدفع قسط كبير جدا ويشتغلي under fresh graduate أو حد مش متخصص يبقى أنا ما استفدتش حاجة فده لازم يبقى فاهم برضو التفاصيل دي كلها لأن أنا مش ضد إن الطبيب يبقى غالي أو رخيص أو سعره هو حر فيه لكن أنا ضد إن أنا أخب منك فلوس كتيرة و بعد كده أسلمك لحد مش متخصص دي أنا اللي ببقى يعني مش مقتنع بيها شوية وده اللي أنا بحاول أواعي عليه دايما المتابعين والمشاهدين بحيث إن إحنا دايما نبقى ماشينا على تراك سليم نقدم الخدمة بشكل كويس من غير ما نسبب أي ضرر أو أزى لأي حد بيشرفنا في العيادة طبعا إحنا متشرفين بيك ومتشرفين إحنا عندنا دكتور شاطر زيك وبيراعي ربنا وإن شاء الله ربنا يكرمك في العيادتين اللي هيتفتحوا إن شاء الله ويتساروا الدنيا بإذن الله ربنا يخليك أنا سعيد جدا أنك كنت معايا النهاردة ويعني من الفانانات الجمال جدا بصراحة يعني بصراحة أعمال كلها متميزة ما شاء الله مرسي كلها واتشرفت بيك جدا والله شرف ليا شكرا شكرا شكرا